انت كده بتساعده وإحنا مش فاهمين لا يا تعقيب القانون من مدة 66 و 84 تقالف نصوص الدستور بالفاصل المنازعات المهم تحديد الرسوم القضائية زي ما قلت لسيادتك دي ليه قانون تخيل مواطن مدني يحدد الرسوم القضائية لمال عام يخش خزينة مين حتى غير منوح عنه هل يخش خزينة الدولة ولا خزينة اللجنة الأولمبية ولا خزينة التحاد ما الكلام دي تعرض مع الدستور دستور وقانون فانت عندي نقاط مهمة جدا لازم حدك ترد عليه أنا هاخد بالمدة 3 أنا ماشي مع حضرتك وحافظ كل اللي قلته حدك كلمت في مدة 3 والمدة 4 أنا هنا في الأسئلة اللي جاية دي أسئلة مهمة جدا بنخاطب بها الشرع الأهلاوي الشرع بها مصر مصر بس يهمني يهمني أشوف إحنا صح ولا غلط تحت أمر لأن ابتداء يتقال عننا اللي إحنا ضد الدولة لا 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 والكلام الكبير لا بقيت بصدي دايما أنا عايز أقول لك حي أي مسؤول يخطأ ويلاقي نفسه وقعد في خانة اليك لازم يحاول يوصل لقيادة السياسية إن الناس يضد الدولة أن أي مسؤول في الدولة للأسف يخطأ لا يعترف بقطعه كل همه إن يوصل للمسؤول السياسي أن هناك الناس يضد الدولة وضد إيه بس؟ ضد إيه عن منك؟ في المادة 4 حضرتك قلت وأنت بتشرحها للسادة المشاهدين وده كقناة نادي أهلي منوب بيها اللي إحنا هنتكلم فيه عشان الموقف لحضرتك عارفه أنا سألتك من شوية مين اللي عمل ليها للسرشادية؟ أكيد الوزار عارف ليه؟ لأنه الأسلوب ده أنا عارفه كويس قوي لأنه أنا ما تنساش إن أنا عدت حوالي 13 سنة مستشار قانوني للوزارة الشباب الرياضة والمجلس لعلى الشباب الرياضة تنساش دي؟ طب وإزاي يقبل رئيس اللجنة الأولمبية لحد يملع عليها؟ مين؟ رئيس اللجنة الأولمبي المحالي ماش عايز الرئيس مختص برئيس اللجنة الأولمبية يوافع على أي حاجة للإبقاء على الكرسي والله العظيم أقول لك يا شام مبروك عليكم الكرسي بس ياريت اشتغل بأسلوب جميل لصالح بلدك وأنا ساعدك أقسم بالله ساعده والله لأن أنا قلتهاله سنة 2013 أعمل حسابك يا شام أنا الدورة دي وأنا ناوي أخد قرار وأرتاح لأنه عايز أركز في بيتي في قضايا الدورة طيب المادة أربعة زي ما حالك بتقول اللي بيعمل لايحة الاسترشادية المفروض اللي هي اللجنة الأولمبية لا لا ما احنا خلاص احنا متبكين للغاية أساسا هقول لحضرك حاجة لللجنة الأولمبية من حاجة تعمل لايحة الاسترشادية ولا الوزارة تعمل لايحة الاسترشادية أما ليس صح؟ الصح أن مجلس الشعب هو الأصل طبقا المادة 101 في دستور مصر هو المانوت دي هو اللي يعمل الليحة الاسترشادية بعقد جمعات عمومية عادية وغير عادية والرقابة المالية وهذه جمعات تحت إشراف قضائي ويحط النظام الانتخابي مجلس الشعب أما ليه اللي احنا فيه ده؟ لا اللي فيه ده ما لبن سمك طمر هين ده السياسة القطرية التركية فك مفاصل الدولة بأبناء الدولة وده اللي تقلي في روسيا ولتقلي في الماضي حاجي لك في الكلام ده كله الأرقام عندي بمستندات برضو عشان حناشك في كل حاجة أنا هروح هخاطف زي ما قلت لك دلوقتي الشرع الأهلاوي النهاردة مجلس دورة النادي الأهلي قال أنا عايز أعمل الليحاتي الخاصة اي على فكرة لو كان الناس مقدرة أنا على فكرة قريت الليحة بتاعت أستاذنا رجعي بعطية ورجل محترم أستاذنا في القانون لكن برضو استيعاب الموقف هم مشهدين يفهمه أن هناك فصل أنت تعمل ليحة بتاعتك في النادي نظام مسابقاتك أن بجلس قدرتك عدد وقت لإيه بتاع لكن الدولة لها الإشراف ليه لأن الدولة حينما تشرف على العملية الانتقابية هتشرف من خلال هيئات قضائية عملية شفافة بحتة وده قمة الديمقراطية لكن احنا خلطنا الأمور قلنا بقى التسيب مش عايزين الدولة في كل حاجة طب ده مش عايزين الدولة في كل حاجة اصرفوا بقى على نفسكم أنتو عايزين فلوس من الدولة ليه؟ ما أنتو النهاردة خلاص؟ لا يا راجل أنت النهاردة للأسف الشديد أنا والله يزعلان على الملد أقسم بالله ورحمة أمي أنا زعلان عليك يا مصر بعد الإنجازات اللي عملناها وموثاقة مش هنداعي إنجازات إنجازات كلها موثاقة وفي جرايد وتليفزيات كله اللي بيجرى النهاردة خطر يا جماعة خطر أقسم بالله فوقه اللي بيدور على كورسي واللي بيدور على أنه يحافظ يبقى وزير واللي يحافظ يبقى رئيس لاجنة واللي بيحافظ يبقى رئيس اتحاد واللي عايز يبقى رئيس ناجل فوقه البلد كده بتفك من تحت ايديك الصراعات اللي موجودة خد بالك إحنا داخلين على مرحلة مهمة جدا مرحلة رئاس الدولة والمصلحة العامة تجوب المصلحة الخامسة عندك رئيس عمل إنجازات للدولة المشروعات العملاقة أنا معالش حد هيقول لك ده أنا اللي عايز حاجة من حد ولا الأقوى لكن أنا بقول كلمة حق يكفي أن الرجل ده حافظ على أمن بيتي فإحنا النهاردة مرحلة انتخابات رئاسة المفروض أمور تهدى والأمور تبقى كويسة لكن الصراعات اللي احنا فيها والممتدة اللي يعلم ربنا إمتى تنتهي ده الغلال حسألها لك بشكل مختلف أكيد عندك تفاصيل التفاصيل انت عمر كبير وطلقنا وشرحت من شواء عجوز عشان كده قررت الاعتزال اللي بيحصل سؤال من شكين الشك الأولاني اللي بيحصل ده تعنط مع النادي الأهلي والقصة اللي عملها النادي الأهلي يوم ولا يومين ومكتوبة في القانون يا عمش هادي انت ليه حطت التعانط مع النادي الأهلي بس ده التعانط مع الاتحادات ومع النادي الأهلي ومع نادي الصيد ومع نادي المعادي ومحدش اخد موقف غير الأهلي لا معلش ما انتو ماشاء الله يعني انتو هدى ناسكو كتير انتو جمهوركو كبير يعني شلية هم هي هنتعامل بالمنطق الجماهير لا هنتعامل بالأصول واحترام القانون يا عمش هادي موقف الأهلي زي موقف المعادي زي الصيد زي أندية مصر يعني على سبيل المثال هو خد قرار انه المعينين البيان وستة نادي اللي معينهم البشمنس خالد انه ينتخبوا الانتحادات اللي الانتحادات تجيب اللاجد كل ده باطن المنتخب يا صديقي العزيز المعين لا يجوز بالإدلاق بصوته المنتخب لانه صوته موجه صوت المعين موجه يعني انت عين تاني حلص انت عين تاني وجيت قلتلي خد مثلا علي حسب الله وما تاخدش حماد المصر قادروا لك لا انت اللي معين حاضر يا فان اللي انت عايز لانهاردة القده من ده كله اللاجد للولومبية الكلام الجميل بقى عايز اجيب المندوبين وجيب تلفوناتهم وما اسبدا لهم وبيعملوا ايه وبينادوا عشان يتصلوا بهم عشان يحركوا الكتلة الانتخاب هي دي ديمقراطية في مصر لا 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 عوضنا والله عايز اسأل بس اللي انا عايز اقوله له نهاية اقسم بالله له نهاية ومش شرط خالج زينة ممكنها يعني انا عارف ممكن اموت بكرا الواحد تعباه لكن انا بقولهم بالمصلحة الخاصة اللي انتم بتقولوني ده بهدلة للبلد يعني انت النهاردة انت داخل على توكيو انا بقولك عوضك على الله انت عندك بعد كم شهر التأهيل للارجنتين للشباب مفيش لجنة تعملت مفيش حاجة مفيش منأشة للامور اتعمل للكرسي بس ما العمل لكل واحد بيحافظ على كرسي ابتداء من المسؤول الدولة لمسؤول القطاع الالي للالتحادات كله بيدور احافظ على كرسي يزاي طيب انا عايز اشوف احسأل حدق انت خلال انت عايزت بتتكلم الديني الديني قولي قضية ماشية ازاي انا اقول لك شكاي انت حدق اتكلمت على الاندية بشكل عام اه طبعا مش عاجبك الفوضى اللي موجودة طبعا ومسأت ده وبنجح ده على حسب الصوت عشان ايجي في الاول وفي الاخر اكسب انا وصلتلي انا بتكلم على موقف النادي الاهلي موقفي انا النهاردة حدرك شايفه ازاي اكيد انت ملم اللي انا روحت عملت على يومين الدستور اللي قدام حدرتك مكتوب اجتماع خاص اجتماع خاص ولا قال لي يوم ولا يومين ملكش داعوا بقى من المية وستين ييجوا تلاتين ييجوا عشرين ييجوا عشرة ييجوا الف انا من حقي من وجهة نظر انا اعملها اسبوع اللي انا بقوله ده صح ولا غلطه موقف النادي الاهلي صح لا شك اللجنة انا كنا مستشارين صغيرين انا وردى بي عبد المعطي برئاسة المستشار احمد صار كان في ذلك الوقت ناب رئيس مجلس الدول اللجنة دي كانت بتقود انتخابات اندية مصر كلها ورقابة قضائية وكان اول من ادخل الرقابة القضائية تحت الشرف قضائي كان معالي الوزير استاذي وحبيبي ربنا يدي له العمر والصحة ابنا ممر خلاص انت لما بدأنا العملية الانتخابية انت قلت حاجة مهمة جدا يوم يومين ثلاثة جينا في نادي زمالك حصلت مشكلة حصلت مشكلة ايه المشكلة المستشارين تعبوا ونفس الموقف ده حصل في نادي الشمس ايام الملاح واني رضوانا الله يرحمه حبيبي وحصل ايه مشكلة كبيرة جدا المستشارين يجوم على الساعة ثلاثة الفجر وقال لك احنا مش هنقدر فصدر قرار من مهالي المستشار الجليل استاذنا احمد بيسار نايم رئيس المجلس الدولة في ذلك الوقت كدام ده من 25 سنة اصدر قرار بغلق كافة السناديق وتحرزها والبدء اليوم التاني في عملية الفرس ده تبتقول لي من 25 سنة حصل الكلام اجي في 2017 حصل في نادي في نادي الزمالك حصل في نادي الشمس هذا الموقف كلام ده في اوائل التسعينات وعلى فكرة شاهدي العصر عايشين حتى اليوم بما فيهم استاذنا احمد بيسار او اخويا الاستاذ الفقير رضا بي عم المواطي حتى يعني رضا بمواطي ارف من موضوع الرياضة والرياضة وقال لباعت وفي سهية المال دلوقت طب اللي انا عايز اقوله اللي من قبل الاهلي اول مقال جمعة وسبب دي لايحة الخاصة انت معندكش نص مانع اللي انت عملته صح استعيش اجيبلك من الاخر اللي انت عملته صح لا انا سؤال بس دي مهمة جدا بالنسبة بقولك انا النادي الاهلي عمله صح والنادي الاهلي خليني اشرح الموقف كان استشار فقاء قانونين في ايه الدنيا الكل قال موقفك سليم مية في الميرا تمام ليه ليه من اول ما النادي الاهلي راح الناس راح ابتدت تتحرك من قبلها في الاعلام ضغط اعلامي باطل 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 وما بعدش فاكس رسمي للنادي الاهلي لا ما هيدي سياسة هشام والله انا عايز اقولك حاجة انا بكرم بجد يعني شوف ما ما اللي عمله هشام حطب انا بحبه انا بكرم بجد يعني هو الشخصية جميلة يعني ايه سياسة هشام حطب هشام مشكلة هشام يعني انه حاسس انه في مؤمرات في كذا في كذا لكن هو كجواك كبن ادم لا هو فل شخصية ابن ناس يعني انا ما اقولش انه ممكن يبقى اي واحد فين عنده اخطاء لكن انا اللي بلومه على هشام ما تمشيش انت بقيت رئيس لجنة والنبي هشام وحافظ على كرسيك ولو انت عدلت الدف انا اكتر واحد حبا مؤيد لك انا بكلم بجد يعني شوف لدرجة ايه يعني ده انا اللي اخترتك نائب رغم اخطاء كتير ليك ورغم اللي عملته معايا لكن انا مؤمن بحاك ربنا موجود فوق كل وانا بقولك يا شام انا مفوض امري لله انا مش قادر ان انا لا ده انا قادر وقادر وقاطر وحتى تاريخه قدام واللي انت بتعمله كله انا قريب فاهمه لكن انت ليه كتر يعني انا بقولك ليه انت كتر يعني هو كبنى ادم ابن قسرة متربي متعلق يعني على المستوى الشخصي لا لذيذ جدا طب معه جميل وكل حاجة انا ما عرفش ايه اللي جرر انا ما عرفش ايه اللي جرر طبعا المؤامرة كبيرة وانا بقولك يا شام انت بتنفذ سياسات انت انا عارف انت مش ايدك فيها لكن انت غصبا عنك الحفاظ على كرسيك لكن السياسات دي ابع تفكر بعقل واقعد مع المهندس خالد ابعزيز وانا كنت من اكتر مهيدي خالد ابعزيز ويعلم هذا الكلام وكنت من اكتر الناس والمعالي المستشار علي بيعود يشاهد على الكلام ده ايام فخامت سيد رئيس عدلي بي منصور واتكلمت قلت خالد محترم وكويس لكن هو خادت اتجاه مش حاله وفاكر خالد زين انا بقولك حاجة بقى شواندس بطل لا مش حضرتك بشواندس خالد اوه عتفتكر خالد زين خالد زين بطل يعني فيه ماتش اتغلبت فيه الماتش التاني ربنا يكرمني وافرق بتلاتة اربعة طول ماية يفهمها القديفة القديف راجل القديف يشتغل بقلب وشغلنا من الساعة خمسة الفجر يعني ناس ملتزمة اوه عتفتكر بتعمله ده يعني انه لا ليه حبيبي نهاية لا انا 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 انت في قلبك وجع لا وجع وجع جامل لانه انا مش اتخنت ده انا النزك كل انا يعني ربنا اللي يعلم ان عملت معايا انا وهم عارفين لكن انا هقولك حاجة يعني انا من ضمن الشخصات كان بيكلمني دكتور علاء ميشف النهاردة الصبح علاء ميشف انا قبل ما ايجي يخش اتحاد التنس او يجي اللجنة الولمبية انا عدت اكلمته ثلاث ساعات والله بكلم جد ثلاث ساعات وخمسين ديئة اتحايل عليه عشان ينزل علاء الشخصية منظمة فكره علي قوي سيبك من العمله معايا لانه اخيها الصوية لازم اسامحه فكره علي قوي محترم دكتور شاطر انا بحبه يعني انا ادخلت من اعز الناس لي يعني وجعني يمكن اكتر واحد وجعني جاسر رياضة وجعني انا كنت كويس في ايه كل ايه دا عشان مصلحتك يا جاسر عشان تاخد سفرية او اه تخش انا دخلتك حض النيل انا خايف لأعوك من اول تفاول ترعة يعني فوقه بقى يا جماعة فوقه كل واحد بيدور هاخد ايه يا حبيبي دا ربنا سبحان الله النفس بيطلع في ثانية حدش قاعد يقيم هذا الكلام نكتر محمود شوكري كان معنا ما فيش تلات ايام الله يرحمه وكلنا يعني وراجل فاضل وراجل محترم يعني انا بقولك ليه احنا مع بعض كتب ليه ما نعودش مع بعض ونتفق ياسي انا شخصيا خلاص انا شخصيا ما انت قلت مش نازل احنا ما بنعرفش ما عندناس ثقافة الحوار احنا بنفرد عضلاتنا على بعض اه 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 انا عايز اقولك حاجة يعني انا انا طول عمري الله يرحمه انور السادات او سيد الرئيس مبارك ديلو الصحة او فخامة السيد الرئيس عمفتاح السيسي انا طول عمري يعني قريب من الناس قريب من وانا مستعدت مستشار قانون لعدة وزراء واكبر وزراء مصر الله ارحمه معه ربازة مثلا يعني انت فيه ناس كبار انت كنت خانوني ليهم وادفايزر فانا النهاردة ويكفي انه الله يرحمه مصطفى بيخليه اختارني وانا عيل ان انا اكون سكرتر عامل نادي فيه مجلس ادارة كله وزراء فهمني فانا تعلمت انه مفيش عمرة اندامت ليك مش هتوصل لي كلمة ان انا افضل طول عمري وزير مش هيحصل كلمة ان انا افضل طول عمري رئيس لجنة اولمبية او رئيس اتحاد لا هيجي اليوم انك انت تسلم الرأي الغيرك